وفي ظل ظروف شحة المائية ولغرض تأمين إيصال الحصص المائية لكافة مجمعات الإسالة والقرى المورد المائية في ديالة تؤكد المضي بتطبيق نظام المراشنة بهدف ضمان التوزيع العادل المياهي على الجميع مع ارتفاع درجة الحرارة في ظل صيف لاهب يتم حاليا تطبيق نظام المراشنة لسق الأراضي الزراعية في مناطق ديالة سيما التابعة لناحية هبهب مديرية الموارد المائية بالمحافظة تؤكد استمرار عمل المضخات المنصوبة على أيسر نهر دجلة وفق برنامجا عدة المديرية في إطار توجيهات وزارة الموارد المائية المتابعة مستمرة من قبل كوادر مديرية الموارد المائية في محافظة ديالة على نهر دجلة لتطبيق نظام المراشنة حسب توجيهات السيد معالي وزير الموارد المائية المحترم بالالتزام بالحصص المائية ما بين المحافظات وإيصال المياه إلى ذنائب الأنهر تستمر شعبة الموارد المائية هبهب بمتابعة توزيع المياه وتطبيق جدول مراشنة المعمول لغرض إيصال المياه الشرب إلى كافة مجمعات الإسالة والقرى المحيطة بها كذلك متابعة إزالة التجاوزات التي تحصل على الجداول والأنهر لغرض توزيع الماء بشكل عادل نظام المراشنة المتابع يعد من بين الأولويات التي وضعتها شعبة ناحية هبهب والمناطق الأخرى بالمحافظة انطلاقا من كونه إجراء عمليا ضروريا خلال موسم الصيف إلى جانب صيانة والمتابعة المستمرة لعمل مضخات الرئي يوصل بالتساوي البصة نقول يأخذ نفس البزايز لأنه عندنا نظام مراشنة الأول يأخذ نفس الأخير حسب التقسيمات اللي موجودة اللي هذا يأخذ لساعتين تلس ساعات الوراء يأخذ ساعتين تلس ساعات فهذا النظام جارع على هذا الصيغة تطبيق نظام المراشنة يعد أسبيل الأمثل لضمان إيصال الحصص المائية للأراضي الزراعية وبالتالي التوزيع العادل للمياه بحسب معنين للعراقية الإخبارية شاكر الويندي ديالة